بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوع الدهب الدهب شاغل بالي الناس كلها والنهاردة هنشوف إيه هي التصريحات الجديدة لو النهاردة مش بنتكلم عن توقعات بتكلم عن تصريحات لمجلة من أكبر مجلات العالمية لما تتكلم لازم حضرتك تسمع لكلامها ولازم تحط تحته ألف خط فلازم تعرف إيه النهاردة اللي قالتهم جلة رويترز عن موضوع الدهب اتكلمت في إيه وهل ده بيستند الواقع ولا تخمينات بس لازم تكون عارف إنه مجلة رويترز مش بتقول توقعات وتخمينات دايما يبنكون عندهم تصريح أو تصريحات أو بتكون واخدة تصريحاتها من صانعي القرار إمبارح شفنا الدهب انخفض حوالي 20 دولار للأوقية وعلى فكرة ده رقم مرعب جدا جدا وده كان الأكتر من سبب السبب الأول هو معدلات البيع اللي كانت كبيرة جدا إمبارح وأول بسبب تخوفات الناس من قدرات الفيدرالي الأمريكي ففيه ناس كتيرة جدا قالت لك أخلص من الدهب وأبيعه بسرعة بعد كده كمان فيه عندنا حاجة تانية وسبب تاني وهو تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وفيه حاجة اسمها السد الأوكراني وشوية لخبطة كده موجودة ما بين روسيا وأوكرانيا يعني اضطرت أوكرانيا لإن هي تبيع جزء كبير جدا من الاحتياطي بتاعها من الدهب الحاجة التالتة اللي عندنا والسبب التالت هو رفع الفيدرالي الأوكراني لأسعار الفيدة هتقولي بس ده ما يأثرش قوي على أسعار الدهب عالميا هقولك هي المجموعة الأسباب كلها اتتمعت مع بعضها فخوفت الناس فخلتهم بيروحوا بسرعي بيقود الدهب لكن السبب الأساسي هو القوة أو قوة البيع الكتيرة جدا جدا طيب عندنا احنا هنا بقى ما شاء الله ما كانش فيه انخفاض يسكر شفنا 20% 20 دولار للأوقية انخفاض وشفنا عندنا هنا احنا في مصر بالليل وقبل ما الدهب يقفل شفنا انخفاض حوالي 15 أو 20 جنيه تاني يوم الصبح مع بداية التعاملات بنلاقي 15 جنيه وال20 جنيه بيتحطوا في قيهم كمان جزء تاني ده دليل يقول لنا حضرتك انه الدهب معانا مش ماشي هنا في مصر مش ماشي معا عالميا وفي نهاية الحالة هقول لحضرتك هنا في مصر الوضع ايه لكن هنا دلوقتي هنتكلم عن محلي عن عالميا وبعد كده هنشوف محليا ايه اللي ممكن يحصل في الايام اللي جاية انبارح كان فيه بيان مهم جدا جدا من ريترز اللي لما تقول لحضرتك زي ما قلنا قبل كده خبر لازم توقف عنده كتير جدا لانه المجلة دي بصراحة ما عندهاش اي سقطات يعني بمعنى انه هي قبل كده ما قالتش اخبار وكانت اخبار فيك او اخبار مش حقيقية قالت انه من المتوقع رقم واحد ارتفاع مؤشر الدولار في عاملات نهاية الاسبوع مع تلاشي فرص رفع اسعار الفيدة من الفيدرالي الامريكي وبناء على المعطيات دي فمتوقع ان يترك الاحتياط الفيدرالي اسعار الفيدة دون الرفع او التغيير في الاجتماع المقبل كما انه من المتوقع استبات على هذه الاسعار في الاجتماعات القادمة حتى نهايات سنة 2023 انا قلت لحضراتكو قبل كده انه حوالي 80% من قبار المحللين الاقتصاديين الامريكيين بيقولوا ان الفيدرالي هيبقى على اسعار الفيدة بمعنى انه ولا هيخفض ولا هيرفع ولكن 19% و20% منهم تقريبا فقط هو اللي قال انه هيرفع اسعار الفيدة ولكن لم يبدو اي اسباب منطقية لهذا الرأي الخاص بهم فقط والغير مبرر وعلى فكرة لازم تكون عارف انه في الاخر كل كلام المؤسسات العالمية بيكون توقعات بحسب الشواهد او معطيات المعادلة لكن الموضوع النهاردة مختلف تماما احنا بنتكلم فيه تصريح من رويترز تصريح من رويترز لازم تاخده في عين الاعتبار ولازم تكون عارف انه اخذ التصريح بتاعه دوت من صانعي القرار ممكن يكون بعض المسؤولين من الفيدرالي الامريكي ممكن يكون تصريح من بعض المحللين اللي ليهم ايد في موضوع تسبيط او خفض اسعار الفيدة النتيجة هنا انه في الايام اللي جاية هيكون عندنا تسبيط اسعار الفيدة بتصريح من مجلة رويترز يبقى احنا هنا عالميا متوقعين انه هيكون فيه تسبيط لأسعار الفيدة من قبل الفيدرالي واللي بعدها هنشوف ارتفاع في اسعار الدهب عالميا بصورة غير مسبوقة القيمة كمان القيمة هتكون ما بين السبعين دولار والمئة دولار للوقية الوحدة طيب ايه اللي ممكن يحصل بعد كده في حال الناس يعني فرحت بالاسعار دي وجريوا بسرعة يبيعوا الدهب اللي معاهم عالميا في حال لو كان فيه قوة بيع كبيرة يعني على مدار الساعة معدلات البيع كانت اكتر من معدلات الشراء لا ساعتها ممكن نشوف تراجع تاني في اسعار الدهب حوالي 20 دولار في القوقية من السبعين او المئة اللي هو ارتفاعهم قبل كده يعني في الاخر او النهاية او المجمل هيكون برضو ارتفاع ويبدأ كده بالنسبة لعالميا بالنسبة لمحليا بقى الموضوع مختلف تماما تماما هنا معتمد جدا جدا الاسعار فيها على تزبزب كبير جدا احنا شايفين تزبزب كبير جدا في الاسعار وهيكمل معانا شوية لحد اجتماع البنك المركزي او لجنة السياسات في البنك المركزي المصري وكمال لحد اجتماع الفيدرالي الامريكي عندنا اجتماع اليوم 22 ستة لجنة السياسات في البنك المركزي ممكن إنه في الفترة دي هتقولي البنك المركزي أو عندنا ده ما بيأثرش في موضوع الدهب هقول لحضرتك الاجتماع المرة دي هيكون مختلف تماما ولازم هنشوف تأثر في أسعار الدهب ليه؟ في حال وجود تعويم أو في حال رفع أسعار الفايدة بعدها ممكن نشوف أوعية دخارية محترمة غير الأوعية الدخارية الموجودة دلوقتي زي مثلا الشهادات الموجودة الـ 22-18-16 وشهادات الـ 18% ساعتها ممكن نشوف أوعية دخارية محترمة أو شهادات محترمة تلقى يعني أو تلقى استحسان المودعين أو المستثمرين ساعتها الناس هتجري بسرعة تعمل الشهادات وهيتم سحب السيولة الموجودة في السوق وساعتها ممكن ما نشوفش إقبال على الدهب فيبقى العرض كتير والمطلوب قليل ساعتها ممكن نشوف انخفاض في أسعار الدهب حتى لو كان مرتفع محليا لكن في حال ما شفناش تعويم ولا رفع الأسعار الفايدة هتقولي ده متوقع هقول لحضرتك الحقيقة مش متوقع خالص ولكن دلوقتي بقت الأحداث الساعة بتخالف التوقعات بنسبة 360 درجة ممكن جدا ده ما يحصلش ساعتها نشوف سبات في أسعار الدهب أو تزبزب ما بين 50 جنيه فوق و50 جنيه تحت 100 جنيه و100 جنيه وساعتها هيبقى المتحكم الوحيد هو أسعار الفايدة في الفيدرالي الأمريكي من النهاردة لحد اتنيوم 22 ستة لو حضرتك حابب تشتري ممكن مع انخفاض مع ارتفاع أسعار الدهب أو تثبيت أسعار الفايدة أو التعويم أو وجود شهادات جديدة أو كل المعطيات دي كلها ممكن حضرتك ما تشوفش المستويات الحالية أبدا لو حضرتك حابب تشتري دهب المستويات الحالية مستويات محترمة جدا جدا ممكن حضرتك ما تشوفهاش أبدا في الأيام اللي جاية من دلوقتي لحد يوم الاجتماع هنشوف تزبزب زي ما قلت لحضرتكم كبير جدا ولكن لو حصل العكس والبنك المركزي معومش لا ساعتها هنشوف ارتفاع في أسعار الدهب بشكل غير مسبوك ومستويات غير مسبوكة هنشوف مستويات كبيرة جدا جدا في الدهب ممكن نوصل لللي كنا فيه تاني لانه بصراحة احنا لا بقينا مرتبطين بدولار ولا بقينا مرتبطين بعالميا احنا بقينا مرتبطين في عندنا قويات دخيرية محترمة في البنوك للناس تروح عليها فبيبقى الدهب يعني بيركن شوية ولكن لو ما فيش قويات دخيرية محترمة بيتم الناس كلها بتجري جاري بصرع على الدهب وده بيتسبب في ارتفاع اصعار الدهب عشان كده حاب اقول لحضرتكو ولكن مش للمضربين انا ملياش علاقة بالمضربين وعمري ما تكلمت عن المضربة وانا مش مع المضربة في الدهب ده شيء حضرتك اللي بتجازف فيه انا بتكلم في استثمار والدخار استثمار والدخار يبقى حضرتك عندك فرصة حلوة جدا انه حضرتك تشتري دهب دلوقتي مش هتكلم في موضوع البيع تاني تكلمنا كتير جدا في موضوع البيع وقلت لحضرتكو حايب بتخسر فلوسك والقوة الشرائية لفلوسك روح بسرعة بدلها لورق مش هتبقى فلوس قدام شوية جنيه هيبقى فلوس مش هيبقى فلوس هيبقى ورق اللي كان بيجيبوا الجنيه هيجيبوا عشر قرش وثلاث قرش بعد كده للأسف ولازم تكون عارف انه لو تم تعويم في الشهر الحالي هيكون فيه عندنا تعويمة تانية في شهر 12 بحسب متطلبات صندوق النقد الدولي وتكلمت مع حضرتكو كتير جدا في الموضوع ده عشان كده انا كلامي دلوقتي عن الشراء المستويات الحالية محترمة جدا جدا ولكن هتشتري حضرتك بتلت شروط الشرط الاول انه حضرتك هتجيب الدهب وهتركنه تماما لمدة سنة وهتنساه خالص هتحطه في خزنة امنة اما عند حضرتك في البيت واما هتأجر خزنة في البنك لو كمية كبيرة وهتنسى الدهب تماما ومش هتتبعني ومش هتتابع غيري ومش هتتطبع عصابك بالدهب ومستوياته وارتفع وانخفض السنة اللي جاي ان شاء الله نقدر نتكلم ونقول لحضرتك هتبيع ولا هتشتري الحاجة التانية حضرتك هتشتري على متوسطات اسعار قعدة متوسطات الاسعار بمعنى سي مثلا انا معيا 300 الف جنيه دايما بضرب لحضراتكم المثال ده باخدت 300 الف جنيه مرة واحدة وروحي الساغة لا خالص باشتري على متوسطات اسعار بشوفي الدهب مثلا 2300 بروح اشتري ب100 الف جنيه رجع نزل 70 جنيه او 80 جنيه بروح اشتري بالمية التانية وبعد كده بروح اشتري بالمية التالتة قاعدة متوسطات الأسعار بتحقق مع حضرتك مكسب حلوي جدا الحاجة الثالثة لازم ترجع حضرتك للحلقة دي لأنه مش أي سبيكة ومش أي جنيه دهب باشتري وأنا مش باشتري شبكة هروح اشتري كله وإنسيال والحاجات دي كلها قلت الحضرتكم الكلام ده كتير جدا جدا قبل كده ولازم تكون عارف أنه الدهب في الأيام اللي جاي حقق مستويات غير مسبوقة في حال لو كل ده ما حصلش عندنا ارتفاع غير عادي في أسعار الدهب سواء محليا أو عالميا في الفترة القادمة نهايات 2023 وبدايات 2024 بحب أطلع دايما حضرتكم على كل المستجدات تقرير رويتارز شيء مهم جدا لازم حضرتك تاخده في عين الإعتبار أتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكم استفدتوا بمعلومة واحدة ولو استفدتوا بمعلومة واحدة ياريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله